أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة استكمال إزالة التعضيات على فرعي النيل برشيد وضميات والتشهيد على عدم السماح بأي تعد أو مخالفة على المجار المائية والأراضي الزراعية كما أكد مدبولي أهمية استعداد المحافظات بشكل كامل للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الأولوية على مستوى الجمهورية كما أوضح مدبولي خلال الاجتماع أن مصر لديها حاليا كميات كبيرة من اللقاحة المتنوعة لتطعيم الشرائح المختلفة وأن وزارة الصحة تتوسع حاليا في توفير المركز المتخصصة للتطعيم مشددا على التأكد من تطعيم كل العاملين في الجهات الإدارية التابعة على المحافظات